يعني المعقولة شركة نفطية ايه ما سجل بالضمان انا اتحدث عن تسجيل بوزارة العمل هو مسجل في وزارة النفط ودي اخذ اموال وخصوصا بجولات التراخيص طبعا وانا مساعدت لك راح اعود لقضية العمال المهرة وزارة النفط من حقها ان تستجلي بالعامل المهر شن المقصود بالعمال المهرة انا عدي في وزارة العمل عدي مسجل مليون وستمائة الف تقريبا اللي هم الباحثين عن العمل للعطرية عن العمل يفترض في القانون يقول وزارة الكهرباء او وزارة النفط او اي وزارة اخرى تريد شغل قطع خاص تجيب عمال اجانب لازم شى تسوي ادز الاعمال المطلوبة الى وزارة العمل وزارة العمل يعرضها على التخصصات العدة اذا ما عندنا ولا تخصص هذه عمالة ماهرة غير متوفرة وفقا للقانون من حقها هو يجيبها هم يجيبون كل العمال بعنوان عمالة ماهرة حتى الخدمات حتى وقت لك عشرات الالاف وانك عمالة ماهرة عشرات الالاف لذلك هذا ملف معقد وبحاجة الى ان تتطافر كل الجهود مع وزارة العمل من اجل ان نضع علاج لاننا لا يمكن ان نشغل مئات الالاف من شبابنا العراقيين الباحثين عن العمل الا منعالج هذا الملف ملف العمادة الاجنبية لان وفق قانون العمل يقول كل عامل اجنبي لازم اماما شنو عامل عراقي وفي المشاريع الاستثمارية سبعين بالمية بثلاثين بالمية اجنبي يعني كل عامل اجنبي امام اثنين عمال عراقيين الشركات الاجنبية والشركات العاملة في العراق والشركات العراقية الكبيرة ايضا تتحاشى ان تكشف عن كل العمال الاجانب العتالية لان راحش نلزمها وفقا للقانون لازم يشغل قبالهم عمالة عراقية وبالتالي لازم يشغلهم ويدفع لهم رواتب فهم يحتالون على القانون بطرق مختلفة هي وزارة العمل مع الوزير من ضمن مهامها انه البحث او مساعدة العاطلين عن العمل حتى يجدون اعمال حتى يجدون اعمال ويفترض هي عدها موقع الكتروني عدنا منصة مهنة اطلقناها صارنا سنة وبها مئات الالاف من الباحثين عن العمل المشتركين وايضا الشركات مشتركين وهذه لتخصصاتهم موجودة وشهاداتهم موجودة طبعا اكو تخصصات ما موجودة خصوصا بالتخصصات النفطية الخاصة يعني هاي طبيعي جيب شقد مية ميتين ألف ألفين منطقية ومعقولة وطبيعية لكن لما انت مثلا انا اطيئ اجازة موافقة لوزارة النفط مثلا في المصفة الفلان يعني يتعاقدون مع عمالة ماهرة اهم يطلبون من عندي انه استماح بعدم تطبيق قانون 50 في 50 على هذه الشريحة لانها عمالة ماهرة انا اطيئهم موافقة اجي وراء شهر القاهم جايبين في العشرة الالاف من طببين بحين موافقتي فمخالفات كثيرة شكرا